وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ متحة أشريف استشاري الاقتصاد السياسية وسياسات الأمن القومي وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق بعد التحية وكل عام وحضرتك بألف خير نتحدث اليوم عن رسائل عدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال وفي الندوة التصقفية بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة وتحدث الرئيس السيسي عن أن نصر أكتوبر هو انتصار فريد من نوعه يستدعي ويستوجب الوقوف أمامه ليس فقط لسنوات ولكن لعقود كيف تقرأ ذلك؟ أولا كل عام ومصر والمصريين بكل خير وإن شاء الله يظل نصر أكتوبر هو مشكاه أو يعني خلينا أقول مرشد لأجيالنا وأجياله القادمة دائما يقودنا إلى النصر إذا كنا بنتحدث عن نصر أكتوبر وإنه بالفعل كما أشار السيد الرئيس إلى أنه خلينا أقول ليس مجرد انتصار بالقفضة هو حقيقي في حرب 67 وبعد عقاب النكسة كان الموقف في مصر بشكل عام يرثى له لو كنا بنحسب بالحسابات المنطقية للحروب التقليدية حالة اقتصادية متردية ديون في هذا التوقيت تخطط خمسة مليار دولار وده كان رقم كبير جدا في هذا التوقيت حقول البترول اللي كانت بتضخ البترول وبتصدى من خلال البترول توقفت تماما في أطناء الحرب اللي خاصة الحقول اللي في سيناء مليون شخص تقريبا هجروا من مدن القناة علشان يرجعوا إلى أي محافظات أخرى لإستوعب ومزيد محافظات في هذا عبد كبير الحالة اهتزاز الثقة كما أشار السيد الرئيس في القوات المسلحة بأنها تستطيع أن تحقق مصر مرة أخرى أمر كان صعب للغاية حقيقة فترة الإعداد ست سنوات من 1967 إلى 1973 بتدرس في جميع المعاهد والمنشآت العسكرية على مستوى العالم كيف استطاعت مصر أن تعد وتخطي التخطيط جيد ومتقن للغاية لتصل إلى مرحلة أنها تستطيع مرة أخرى أن تقوط حرب في حد ذاتها وليس فقط النصر ولكن فقط أن البعض كان بيتخيل أنها لا يمكن أن تقوم لمصر قائمة أخرى وده كان بالتأكيد الحالة الصعبة دي كان النجاح الأساسي فيها كان للشعب المصري قبل الجيش لأنه استطف خلف القوات المسلحة بقوة يعني يكفي أن أقول لحضرتك أن الشعب المصري اكتتب في تبرعات من الجيش المصري في هذا التوقيت بحوالي 7 مليون دولار وده رقم كبير جدا يعني يصعب أن حد يتخيله 7 مليون جنيه وده حد كان يتخيله في هذا التوقيت أن الشعب المصري يستطيع أن يستطيع بهذا الشعب كانت هناك معاناة معاناة كبيرة للشعب يعني يكفي أن نتفكر الأجيال ولذلك أستاذ ماتحات توجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي لشعب مصر العظيم بالتحية والتقدير وتحدث عن أن الإنسان المصري به العديد من القيم والمبادئ والصفات التي جعلته مؤهلا ليكون عقيدة قوية جدا في القوات المسلحة وقال أن لمصر رجالا في كل عصر قادرون على صمد الوطن ورفعته كيف تقرأ رسالة الرئيس أسيسي إلى شعب مصر العظيم مثلما ذكرتم ذو قليل يعني كما أشرت في حديثي أن الاستفاف الشعب خلف قوات المسلحة كان أمر صعب للغاية أن يتخيله المحلل العذكري أو السياسي أو الاقتصادي على مستوى العالم بعد احتزاز الثقة في قدرة قوات المسلحة المصرية على تحقيق هذا النصر وحتى أنها تخطوط حرب أخرى وده كان في حد ذاته نجاح باهر الشعب في الشدائط دائما بيحتاج إلى حجد معنوي وشفافية كاملة في نقل المعلومة حتى يستطيع أن هذا الشعب أن يخطو خطوات فيه اتجاه تعزيز الثقة في قيادته وفي إدارة أي عملية فيها تحديات أو مصاعب نحن الآن في حرب اقتصادية على مستوى العالم كما نرى لم تعود الحرب التقليدية في الأساس احنا شايفين الحرب التي للطبيعة القاسية دائرة الآن ما بين روسيا وما بين دول الغرب وتأثيراتها علينا احنا كمصر تأثيراتها على يومية دول العالم تحتاج إلى خطة واضحة نقل معلومات وشفافية كاملة للشعب في توقيته فريق عمل قوي يستطيع أن يقود عملية التغير في سلوب مواجهة هذه الحرب الاقتصادية الصعبة لأنها ليست حرب تقليدية داد نحتاج فيه زي ما حضرتك أشارتي وزي ما سيد رئيس أشار أولا إلى توعية الشعب ووصول المعلومة إلى الشباب بشكل أبق وأوضح حجد هذه القدرات والقوة والاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة لموابة هذه التحديات الصعبة التي نخضها الآن الحروب الاقتصادية أصبحت الآن هي خلينا أقول الصراع الأول في العالم قبل أن نفكر في أي حرب تقليدية بالتأكيد يعني هناك أشكال جديدة الآن للحروب سواء كان حروب الأجيال الرابعة وصلنا لغاية الجيل السادس والسابع ولكن حدثنا أستاذ متحط عن هذا اليوم الجليل نتحدث هذا اليوم أيضا عن صناع النصر وصناع التحدي ونتحدث فيه المقام الأول عن بطل الحرب والسلام الذي استشهد أيضا هو محمد أنور السادات كيف تقرأ صناع التحدي وصناع النصر وصناع المفاجأة رجال كانوا على قلب رجل واحد حقيقة السيد الرئيس محمد أنور السادات يعني ضرب كثير من الأمثلة وليس فقط لذلك الشعب المصري فقط ولكن العالم أجمع أنا في 1874 أتعوذرا كنت في ألف في عام 2004 كنت فيه أحد المعاهد الاستقباراتية القوية في الدول الغربية في إطار دورة تدريبية ومناقشات وعندما بدأوا في أول درس يتحدثون فيه عن مبادئ الحرب فتحدثوا عن الخداع مع أول لافتة ظهرت على الشاشة كانت الخداع اللافتة الأخرى كان صورة البطل محمد أنور السادات بالبايد بتاعه المشهور بالزيل العسكري وابتدوا يتحدثوا عن كيف استطاع القوات المسلحة المطرية خداع القوات الإسرائيلية وخداع جسد المخابرات الأجنبية المختلفة بتقدمها تكنولوجي الضغط في هذه الحرب وتحقيق مفاجأة لم يتوقعها العدو الإسرائيلي ولم تتوقعها جميع جسد التخبارات على مستوى العالم هناك فريق عمل متكامل كان مع السيد الرئيس محمد أنور السادات ويمكن البعض من أسرهم تم تكليمهم اليوم كان فريق عمل تم تكوينه بمهارة فائقة ليكون خير قيادة للقوات المسلحة في هذا التوقيت جميعهم يستحقون كل السنة والتقدير تعدت اليوم بأن أجد بعض ضباط الصف الذين يتم تكرمهم في ذكرى الخمسين لحرب أكتوبر لنضع رسالة واضحة أمام الجميع بأن مصر لا يمكن أن تنسى كل منضحها لصالحها ولتحقيق النظر وصلت الصورة الأستاذ متحط الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومية وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق شكرا جزيلا